اهلا بكم من جديد لا تكتمل الصورة الحقيقية لمعنى الديمقراطية وتحقيق المواطنة الصالحة الا ببناء جسور قوية بين المواطن والمسؤول في محافظات مملكتنا الحبيبة تواجه العلاقة بين البلدية والمواطن حالة من المد والجزر والشد والجذب لربما تكون احدى اهم مسابباتها بعض القصور في تقديم الخدمات او البطء في التنفيذ كنا قد تطرقنا لهذا الموضوع قبل نحو عام ووجدنا ان تلك العلاقة يجب ان تكون مبنية على التعاون والشعور بالمسؤولية من قبل الطرفين من اجل حصول المواطن على مستوى افضل من الخدمات الاساسية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى من اجل ان يتسنى للمجلس البلدي في اي محافظة تقييم ادائه بناء على ما قدمه من خدمات نسبة رضى المواطنين عن اداء البلديات تتفاوت حسب تعامل البلدية مع الاشكاليات التي تواجه المواطنين ولا يطالب المواطن بالكمال لكن بتحقيق اكبر قدر ممكن من الانجازات والواجبات المنوطة بالبلديات التي تعاني اساسا من ضعف القدرة المالية من الزرقاء والكراكوة معان واربدة دعونا نتابع التخارير التالية التي عدها الطلبة هناك بداياتها في الاردن يعود الى ما قبل تأسيس الدولة عام 1921 اذ بلغ عدد المجالس البلدية في الاردن عام 1920 عشرة مجالس بلدية وكان مجلس بلدية اربد اول واقدم هذه المجالس في الاردن وقد تأسس عام 1880 ليأخذ الاردن بنظام الادارة المحلية منذ الاعوام الاولى لتأسيس امارة شرق الاردن وحتى يومنا هذا بهدف توفير الخدمات والمرافق المختلفة وتنمية وتطوير المجتمعات المحلية اقوم بدوري بتلقي ملاحظات المواطنين التي تهم التنظيم وايضا الرخص المهن والبيئة والصحة وايضا اقسام الكهرباء وايضا اقوم بيصالها الى كل مسؤول ذات اختصاص انتظر مدة تقريبا اربع وشرين ساعة واذا انه اتابع ذلك مع رئيس البلدية كونه رئيس تنفيذي معاونين لرئيس البلدية في اتخاذ القرارات التي تخص العمل البلدي كون اعضاء المجلس البلدي منتخبين ويمثلون الرئيس في المنطقة التي انتخب فيها ليكونوا جسرا بين المواطن والمسؤول يستقبلون الشكاوي ويحلون القضايا التي تصلهم من المواطنين من اهم المشاكل اللي كان يواجهها المواطن بالبنو التحتية هي موضوع الخلطة الاسفلتية وهي تم انجاز جزء كبير منها والموضوع البيئة تجاوز نسبة السبعين بالمية من هموم المواطن بموضوع البيئة مما كان فيه نقص ببعض الاليات وبعض الموارد الامكانيات البلدية من ناحية الوضع الاقتصادي الان تم تحقيق انجازات كبيرة هائلة جدا من اسطول بلدية لاربد وحل مشاكل المواطنين ان التغيير الايجابي على المستوى المحلي لا يقع على عاتق الحكومات والمجالس المحلية المنتخبة ولكن يجب اخذ زمام المبادرة من قبل المواطنين لتنمية مجتمعاتهم معاذ ردايد لبرنامج منا وفينا اشتركوا في القناة